موسيقى ولي العهد في قمة العشرين حضور فاعل وشراكات دولية طموحة والمملكة تنظم للجنة الترويكا مع الارجنتين واليابان لضبط توازن الاقتصاد العالمي والتحذير لاستضافة الكبار في عشرين عشرين الأمير محمد بن سلمان يواصل وجولته بعد محطة قمة العشرين نواكشوت تستقبل ضيفه الكبير بتوجيه خادم الحرمين الشريفين إنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوت وترميم مسجد الملك فيصل والجزائر المحطة السادسة السلام عليكم ورحمة الله انتهت قمة العشرين التي استضافتها الأرجنتين المملكة ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت حاضرة وممثلة للعرب في قمة الكبار مشاركة عكست الفضور السعودي الطاغي اقتصاديا وسياسيا لقاءات عدة على هامش القمة عقدها ولي العهد تبرز المكانة العالية للمملكة التي يعرفها القاصي والداني وتؤكد أيضا الرغبة الحقيقية بل وتسابق هذه الدول للشراكة معها في جميع ملفات المنطقة لأنها المملكة بثقلها والتي بدونها كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تواجه هذه الدول الفشل في جهودها وهي الرسالة ذاتها التي ظهرت جلية في زخم لقاءات الأمير محمد بن سلمان في بيونيس آيرس قمة العشرين سبقتها جولة عربية لولي العهد الآن تتلوها جولة أخرى بدأها من موريتانيا في تأكيد على نهج السياسة السعودية الرامية لتعزيز العلاقات مع دول محيطها ومع دول العالم فماذا حققت مشاركة المملكة في قمة العشرين وما أهداف جولة ولي العهد الثانية وأي أثر لهذه الجولة في مواصلة التنسيق والتشاور ودعم القضايا العربية ولي العهد في قمة العشرين حضور لافت للمملكة اقتصاديا وسياسيا والعالم يتسابق لشراكة الطموح في ظل رؤية المملكة الفين وثلاثين وأعمال القمة للأمير محمد بن سلمان بدأت حتى قبل انعقادها مع اللقاءات المهمة التي أجراها ولي العهد مع زعماء العالم مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي والسعراض لأفاق التعاون الثنائي بين البلدين سياسيا أمنيا اقتصاديا وفي مجالات الطاقة والتقنية لقاء افتتح سلسلة طويلة من اللقاءات والمشاورات مع قادة العالم الذين كانت ترحيبهم لافتا حتى قبل المباحثات الثنائية ولقاء ولي العهد بالرئيس الروسي في لادمر بوتين كان جوهره تطوير العلاقات السعودية الروسية لقاء آخر مع الرئيس الصيني على هامش القمة لبحث أوجه الشراكة والاستثمارات المتبادلة وتأييد من جيم بينغ لرؤية المملكة وتنويع قاعدتها الاقتصادية والوقوف مع السعودية في القضايا الأساسية زعماء أوروبا أيضا كانوا على موعد مع الأمير محمد بن سلمان بلقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية ريزا ماي ورئيس الوزراء الإيطالي جوز بي كونتي الذي بحث أوجه التعاون والشراكة بين الرياضي وروما والبلد المضيف الأرجنتين يلتقي رئيسه ولي العهد ويؤكد على أهمية العمل مع المملكة من أجل الاستقرار والتنمية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش يبحث مع سمو ولي العهد أوجه الشراكة التاريخية بين المملكة والمنظمة الدورية ثمانية عشر لقاء عالمي خلال يومين أكدت الحضور السعودي المؤثرة في القمة برئاسة ولي العهد وما حصدته المملكة من مكاسب سياسية ترسخ معادلة المكانة السعودية الاستثنائية في المجتمع الدولي ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين مكانة صادقة عليها العالم مؤكدا أن التحالف مع المملكة صمام أمان لدول الشرق الأوسط وجولة ولي العهد تتوالى محطتها التي جاءت قبل وبعد قمة العشرين في رسائل واضحة على أن الرياض صوت العرب الذي يحمل همومهم وقضاياهم ومشروعهم التنموي في معركة الأمل والطموح والمستقبل للأمير محمد بن سلمان أهلا بكم للنقاش في هذا الملف ينضم إلينا هنا في السيديو رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي ومن جد الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد باطرفي من باريس معنا الكاتب والبحث السياسي دكتور رامي الخليفة العلي أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور علي العنزي مشاركة المملكة في قمة العشرين ممثلة بولي العهد ماذا حققت برأيك؟ طبعا الشكر لك و للمشاهدين الكرام و للضيفين الأستاذ رامي خليفة في باريس و الدكتور خالد باطرفي في جدة دعني أبدأ من انتهاء تقريركم الحقيقة يعني المملكة مثلت الطموح العربي ومثلت الصوت العربي ومثلت الثقل العربي طبعا مشاركتها في قمة العشرين حققت هذه القمة التأكيد على الدور المحوري و المؤثر للمملكة العربية السعودية نحن جميعنا تابعنا قبل الكل تابع قبل مشاركة المملكة و قبل وصول صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان إلى بيونس آيرس كيف حاول الإعلام الآخر أن يشوش على هذه المشاركة و أن يشوش على شخصية الأمير محمد بن سلمان ولكن جاءت النتائج بالعكس ما كانوا يتوقعون حتى إن بعض الوكالات وكالة أنباء محترمة كانت الناس تنظر لها باحترام مثل رويتر تذكر في تقريرها بأن وضع الأمير محمد على طرف و نسيت أن هذا بروتوكول و كانت مشاركته في قمة العشرين في الصين في نفس المكان و أوتي بالصورتين و لذلك هذا دليل على ما يحاك للمملكة العربية السعودية بشخصية الأمير محمد بن سلمان إذن ماذا رأينا في هذه القمة؟ كانت شغل الناس في هذه القمة من التقى من سيلتقي هذا ما سنتطرق نعم عندما بدأت القمة و شاهدنا ما حصل في القمة الكل القاصي و الداني المحلل و المشاهد العادي رأى بأم عينه كيف كان دور وفد المملكة برئاسة الأمير محمد و كيف ظهر تأثير المملكة فأول يعني كل المقابلات تقريبا أقلب الدول المؤثرة في العالم ابتداء من الرئيس الروسي و رأينا المقابلة الحارة و قابل رئيس فلاديمير بوتين قابل رئيس فرنسا ديفيد كاميرون قابل تريزا مي رئيسة وزراء بريطانيا رئيس وزراء الهند رئيس جنوب أفريقيا طبعا نأخذ في الاعتبار أنه اللقاءات هي على هامش هذه القمة لقاءات قصيرة لأنه جذول الأعمال مزدحم للجميع هناك يوما فقط و دقائق لكل لقاء حتى الزعماء الآخرين يعني كان هناك تقريبا أكثر لقاءات كانت نصف ساعة هي القمة اقتصادية لكنها دائما تحولت إلى قمة سياسية بامتياز و طغت عليها تحديات كثيرة من ضمن هذه التحديات طبعا نحن نعرف هذه القمة هي منافسة بين الروسي و الأمريكي و منافسة بين الأمريكي و الصيني و هي كل جدول الأعمال ما يُعقد في جده الأعمال هذا له طريق لكن الحدث الذي حصل بسبب الإعلام كانت الأضواء مسلطة على سمو الأمير محمد بن سيد هل حققت هذه المشاركة السعودية أهدافها برأيك؟ حققت أكثر من أهدافها كيف؟ حققت كل ما ترمي لها من يريد للمملكة و يكون منصف حققت كل الأهداف التي تطمح لها المملكة أكدت على الدور المحور للمملكة و الدليل أن الآن أصبحت الأرجنتين و اليابان و المملكة ضمن الترويكا التي تعد لهذا الاقتصاد هذا دليل الدليل الثاني أن القمة القادمة ستكون في المملكة العربية السعودية عام 2020 و هذا يعني بعد عام من الآن كل هذه الأشياء دور المملكة محوري و هذا ما أكد عليه كل الزعماء الذين قابلوا ولي العهد و أيضا أكد عليه عندما ذكر ترامب و بامبيو طبعا نحن لا نحتاج لشهادة الآخرين المملكة العربية السعودية هل كل يعلم مدى دورها المحوري المؤثر سياسيا و اقتصاديا و كل ما تعني هذه الكلمة لسبب موقعها ثقلها الاقتصادي ثقلها السياسي إذن كل ما أرادت المملكة حققته و أيضا هي تحمل مشروع هي تحمل الصوت العربي تستحمله أمو العربي سنأتي لاحقا لموضوع الصوت العربي و أيضا يعني سمو الأمير المحمد ذهب إلى هذه القمة بعد جولة عربية و كان يحمل هم و كان يحمل طموح الطموح هو أن الشرق الأوسط سوف يصبح أوروبا الجديدة و لذلك كان لدور المملكة دور فاعل في هذه القمة و الكل ينظر إلى هذا الوفد ساذة بيلة باريس رئيسة رئيسة ما يجهز الاتصال مع الدكتور خالد باطرفي دكتور رامي يعني هذه القمة قمة العشرين برأيك هل آتت ثمارها آتت أكلها خاصة و أنه كان على هامش هذه القمة لقاءات سياسية عديدة رأينا أيضا توافقا أمريكيا صينيا و مهل التسعين يوم في الحرب التجارية بينهما بالتالي هذه الدول التي حضرت القمة هل حققت ما كانت تطمح له من خلال هذه القمة برأيك بأعتقادي يمكن الإشارة مفتح أولا تحية لك و لضيفك الكريمين و للمشاهدين الكرام بأعتقادي أن هناك شقين يمكن الحديث عنهما الشق الأول وهو الشق الدولي شق الاقتصاد الدولي هناك بالفعل هناك مشكلات حقيقية تعترض سبيل التنمية الاقتصادية على المستوى الدولي كما تعلم أن هناك علاقات اقتصادية يشوبها الكثير من التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس دونالد ترامب و كذلك الصين و كذلك ما بين أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية هل نجحت هذه القمة بجسر الهوى ما بين هذه الأطراف باعتقادي يصعب قول ذلك ما تزال هناك سياسة أمريكا أولا وبالتالي حتى و إن كان هناك تقدم على مستوى العلاقة ما بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و ما أشارت إليه السلطات الصينية من أن هناك ربما رفع للحواجز الجمهورية التي فرضت خلال الفترة الماضية و ربما هذا يعطي إشارات إيجابية على أننا يمكن أن نلحظ استقرارا على المستوى الاقتصادي و على المستوى الدولي وبالتالي على الصعيد العالمي لا يمكن أن نلمس إجراءات مباشرة من قمم مثل هذه القمم ولكن يمكن أن نلمح توجهات عامة وهذا ما لاحظناه في هذه القمم فرح وبالتالي فيمكن القول بأن هناك توجه للأجل محاولة تجاوز الخلافات التي حدثت خلال الفترة الماضية ما تزال الحقيقة قضية المناخ هي قضية الشغل الشاغل للمجتمع الدولي هناك الدول التسعة عشر تم الاتفاق على الالتزام بمعاهدة باريس للمناخ وبالتالي هذا تقدم مهم للغاية ولكن خروج الولايات المتحدة الأمريكية والانسحاب من هذه الاتفاقية لا شك بأنه ضربة قوية أيضا الحقيقة مناقشة التقانة وعلاقتها بسوق العمل لا شك بأنها قضية مطروحة وسوف تطرع بشكل كبير خلال الفترة القادمة هذا بالنسبة للشق الأول وهو الشق المتعلق بالاقتصاد الدولي اسمح لي فقط سريعا بالإشارة إلى الشق الثاني لأنه مهم للغاية وهو المتعلق بالمملكة العربية السعودية لأن الحقيقة مشاركة المملكة أولا هناك تجديد للثقة بالمملكة لأن الاجتماع القادم كما ذكر ضيفك سوف يكون بالرياض وبالتالي هذا ليس فقط اختيارا لمكان ضمن الدول المشاركة ولكن أيضا في ظل هذه الظروف التي تشهدها حاليا في المنطقة وبالتالي تجديد الثقة بالمنطقة برمتها كون أن المملكة العربية السعودية هي التي تقود العمل العربي المشترك وهي التي تقود تحالفا إسلاميا ضد الإرهاب وبالتالي هنا تجديد للثقة على عكس ما كانت تريده بعض الأطراف أيضا اللقاءات الهامة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان مع قادة الدول الكبرى وبالتالي إنشاء مروحة من العلاقات ما بين المملكة والمجتمع الدولي وهذا مفيد للغاية سواء بالنسبة لمشروع 20-30 الخاص بالمملكة تشجيع الاستثمار التعاون على المستوى الدولي كل هذا مهم للغاية ربما الحقيقة عوامل التاريخ والجغرافية عوامل البعد الحضاري والموقع والمكان الذي تتميز به المملكة العربية السعودية فرض نفسه سواء في هذا الاجتماع أو في الاجتماعات السابقة المملكة حاضرة بقوة في أي تعاون على المستوى الدولي ربما النقطة الأخيرة أسمحني بالإشارة إليها مفرح هي ربما كانت اختبار حقيقي هل ذلك العمل الذي جرى خلال الأسابيع الماضية على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي ومحاولة الابتزاز السياسي هل بالفعل نجحت هذه الأطراف بالتأثير على مكانة المملكة باعتقادي أن من راقب هذه القمة وراقب اللقاءات الهامة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان يدرك تماما بأن هناك فشل ذريع وقعت به سواء بعض الحكومات أو بعض المنظمات الأيدلوجية أو بعض وسائل الإعلام فشلت في أن تزحزح من مكانة المملكة قيدة أنملة وأثبتت هذه القمة أن المملكة لها دورها الأساسي على الساحتين العربية والدولية دكتور خالد بطرفي هل نجحت هذه الابتزازات السياسية التي تحدث عنها دكتور رامي في تهميش دور المملكة سواء في هذه القمة أو عالميا برأيك تحدي كبير أخي مفرح الأمير محمد بن سلمان كان محقا عندما أصر على القيام بهذه الجولة العربية ليثبت أن المملكة ليست وحدها المملكة هي الدولة الوحيدة العربية في هذا التجمع الهام وبالتالي هي كعادتها لا تمثل نفسها فقط ولكن تحمل مع هموم الأمة العربية والإسلامية لذلك أصر الأمير حفظ الله على القيام بهذه الجولة وستمع إلى أشقائه العرب وذهب بهمومهم ومطالبهم ورؤاهم إلى هذه القمة والتقى بكل زعماءه تقريبا لم يبقى زعيم ذو أهمية إلا والتقى به واجتمع به ما في لقاءات فردية ولقاءات جماعية الرهانات كلها سقطت الرهانات لم تكن فقط عربية ولكن الصحافة الليبرالية الأمريكية واليسارية الأوروبية أيضا راهنت على فشل هذه المشاركة وأتضح لهم أن نجحت بشكل فاقة كل التوقعات وبالعكس أفرزت اتفاقيات وتفاهمات في غاية الأهمية والآن يقوم الأمير بجولة أخرى في العالم العربي ليبلغ أشقائه العرب بما تم التوصل إليه وما تم تحقيقه فيما يهم الأمة العربية أنا أعتقد أنه بذلك يثبت أن المملكة العربية السعودية ليست وحدة المملكة العربية السعودية لا تهتم بشؤونها فقط ولكنها تحمل معها دائما الهم العربي والهم الإسلامي طيب سأعود لك دكتور خالد لأنه أعرف أن وقتك ضيق لكن نتابع هذا الفاصل عن المملكة في مجموعة العشرين ثم نعود لمواصلة النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الدول العربية التي كانت تتمنى وتدعو لفشل المملكة العربية السعودية في هذا الملتدى الاقتصادي أليس لم يكن من الأجدى لها أن تنسق الجهود خلال سواء جولة ولي العهد السابقة لهذا الحضور أو بالتعاون مع المملكة لتكون هذه القمة في خدمة قضايا المنطقة وتعطي دفعا للمواقف العربية بدلا من تمني فشل الآخرين فقط للأسف أخي مفرح هذه الدول العربية بالاسم ولكن هي تدور في فلك إيران تدور في فلك تركيا تدور في فلك دول غير عربية وتلبي أوامرها وتعمل على أجنداتها الخفية والمعلنة وبالتالي ليست من مصلحة هذه الدول المديرة أن تنجح المملكة إيران على سبيل البثار رغم أنها دولة كبيرة في المنطقة وسبقتنا في الخليج بعقود طويلة من التقدم وفي أيام الشاء إلا أنها لم تحقق حتى سلم المئة فما بالك بالعشرين على مستوى العالم وتعتبر الحضور السعودي هذا هزيمة لها أمام شعبها وأمام عنترياتها التي تدعي بأنها الأكبر والأعظم والأفضل وأن اقتصادها اقتصاد المقاومة لا يهزم ومع ذلك هذه المملكة العربية السعودية تشارك في قمة العشرين وهي تقع في ديل القوائم الاقتصادية الدولية لذلك تسعى من خلال أتباعها في المنطقة العرب للأسف الشديد إلى إفشال هذه المهمة من خلال الإعلام المسموم من خلال الدبلوماسية القادرة في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها إثارة القضايا الهامشية محاولة التشويش على هذه الزيارة ولذلك يأتي هذا النجاح ضربة قاصمة لكل هذه الجهود بأنها فاشلة ومصداقيتهم أمام الجمهور العربي وأمام المتابع العربي تصبح ضعيفة وتصبح مهزومة ولذلك رب ضارة النافعة هذه الأمور تكشف لك كثيرا من الأشياء التي كانت تحدث في الخفاء واليوم تحدث في النور شكرا جزيلا لك دكتور خالد باطرفي من جد الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا لمشاركتك معنا أتحول إلى جزء آخر دكتور علي العنزي وهو بعد هذه المشاركة السعودية في قمة العشرين ولي العهد في جولة ثانية بدأها بموريتانيا أي أهداف لهذه الجولة الجديدة برأيك؟ طبعا قبل القمة كان في جولة صحيح والآن يبدأ جولة أخرى هذا دليل أن المملكة لها دور استراتيجي في المنطقة وتحمل مشروع موقع طبعا موريتانيا في غاية الأهمية هي تقع في الجنوب الغربي للوطن العربي وهي بوابة العرب على غرب أفريقيا وعلى المحيط الأطلس الحقيقة سمو الأمير محمد عندما تحدث في منتد الرياضة للإستثمار هو تكلم عن أن الشرق الأوسط سيصبح أغبر الجديدة عن مشروع كامل للشرق الأوسط لا يمكن أن يكتمل مشروع الشرق الأوسط إلا أن يمتد إلى الأشقاء العرب في شمال أفريقيا وفي كل مكان ولذلك هذا هو ما يسمى بإقفال المنافق ما يسمى بملء الفراغ الدور التي تلعبها المملكة العربية السعودية اليوم هو ملء الفراغ لن تدع لأحد أن ينفذ من أي فراغ في أي مكان في الجسد العربي أو جسد المنطقة ولذلك عندما تستثمر وتعزز العلاقات مع موريتانيا ومع الجزائر طبعا هذه الدول شقيقة والعلاقات معها هذه الدول علاقات تاريخية وتحتاج هذه الدول إلى تنمية تحتاج إلى مساعدات ولذلك المملكة العربية السعودية تعرف أن في حال عدم وجودها في هذه المنطقة سوف يحل شخص جهة أخرى مكانها وهي تحاول أن تواجه النفوذ الإيراني المتزايد في أفريقيا نحن نعرف أن موريتانيا على الحدود مع النيجر مع السنغال وكل هذه الدول أيضا لها علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية التنمية التي تسعى لها المملكة العربية السعودية والدور الاستراتيجي هو أن تنهض بالمنطقة وهو عندما حضر قمة العشرين المملكة لا تمثل نفسها في هذه القمة بل تمثل كل الدول العربية ودول المنطقة إذن إذا كانت موريتانيا هي المحطة الأولى له بعد القمة ومن ثم الجزائر كل هذا هو لتعزيز الدور السعودي ولي النهوض بالمنطقة واستقرارها ومحاربة الإرهاب والتطرف أيضا لا ننسى أن هناك في الشمال الأفريقي في جنوب غرب أفريقيا نحن نعرف النيجر ونعرف شاد ونعرف كل هذه الدول تعاني من وجود جماعات إرهابية تتسلل لها ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تنمية في جهة واستقرار في جهة وعدم وجود تنمية واستقرار في جهة أخرى هذا قدر المملكة أنها تنهض في هذا المشروع ولذلك هي مستهدفة بسبب هذا المشروع الذي تحمله يعني دكتور رامي هذه الزيارة هي أول وزيارة يقوم بها مسؤول سعودي رفيع المستوى لموريتانيا منذ حوالي 45 عاما بالتالي أهمية هذه الزيارة أهمية الجولة الجديدة التي دشنها ولي العهد بداية من موريتانيا ستتبعها الجزائر ودول أخرى ربما في ما ذكره الدكتور علي هنا محاربة التطرف والإرهاب في كامل المنطقة والتنسيق لمشروع تنموي ينهض بالوطن العربي بالشرق الأوسط ككل وليس فقط دولة أو دولتين فيه الحقيقة فرح ربما زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا تأتي استكمالا لجولة عربية بدأت قبل قمة العشرين وسوف تستكمل ما بعدها ولكن هي أيضا استكمال للإستراتيجية السعودية التي بدأت ربما الحقيقة منذ العام 2011 في ظل حالة السيولة التي أصابت النظام الإقليمي في المنطقة وبالتالي ما حدث في مصر وتونس ثم وما تل ذلك في كل من سوريا وليبيا واليمن حالة الفوضى التي كانت تضرب أطنابها في النظام الإقليمي العربي كانت تحديا كبيرا أمام الدول العربية أمام المملكة العربية السعودية ودول الخليج لذلك بدأ أن هناك عمل من أجل إيقامة قاعدة صلبة إذا شئتا فرح للعمل العربي المشترك وللحفاظ على تماسك ما بقي من النظام الإقليمي في المنطقة لأن في ذلك مصلحة للشعوب العربية ومصلحة للدول العربية لذلك أشهدنا علاقات وطيدة تتم مع دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الخليجية مع مملكة البحرين ومن ثم مع الطرف الآخر مع جمهورية مصر العربية وبالتالي أصبح هذا الرباعي إذا شئت يمثل الأساس الذي من خلاله يتم توسيع هامش التعاون على مستوى العالم العربي برمته الآن هناك بناء ووصل هذا التحالف إذا شئت وهذه التفاهم ما بين هذه الدول العربية إلى إنشاء منظومة إقليمية يمكن الاستناد إليها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأمن القومي العربي ولكن ذلك يبقى محدودا إن لم يتم جمع بقية أطراف العالم العربي والمغرب العربي على وجه التحديد لذلك لم يكن مستغربا أن تبدأ مهمة الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى تونس ومن ثم الآن إلى موريتانيا ثم إلى الجزائر لأن المغرب العربي يشكل الجناح الآخر للعالم العربي وبالتالي من أجل بناء تلك المنظومة الأمنية والمنظومة الاستراتيجية والمشروع الذي تحدثت عنه والمشروع الاقتصادي الذي تسعى المملكة العربية السعودية وشقيقاتها العربية إلى التعاون فيما بينهم من أجل بناء تلك المنظومة بحاجة إلى التعاون مع دول المغرب العربي ذات الأهمية الاستراتيجية من حيث الموقع ذات الأهمية الاستراتيجية من حيث الأمن وكما ذكر ضيفك الكريم فإن أيضا لها أهمية استثنائية فيما يتعلق بمحاربة النفوذ الإيراني الذي يحاول أن يتمدد في هذه المنطقة وبالتالي هنا نجد استكمالا للإستراتيجية التي بدأت الحقيقة على امتداد السنوات الماضية والآن تستكمل بشكل حقيقي وفعال أيضا للحقيقة هناك إدراك بأن الأزمات التي يتعرض لها العالم العربي أخي مفرح هي تهم كل الدول العربية وبالتالي دعنا نتحدث على سبيل المثال عن الأزمة في اليمن حالة الاستقرار في اليمن سوف تفيد الجميع من حيث منظومة الأمن القومي لذلك باعتقاد أنها استكمال للإستراتيجية المملكة على المستوى العربي بكون المملكة هي التي تقود العمل العربي المشترك في هذه الأوينة دعونا نتابع هذا الفاصل القصير عن العلاقات السعودية الموريتانية ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب يعني دكتور علي أريد تعليقا باختصار لو صبحت عن هذا الدور السعودي والرغبة في تعزيز الشراكة على كافة المجالات أو في كافة المجالات مع دول المنطقة العربية إلى ماذا يحتاج هذا الجهد هذا العمل السعودي كي ينجح ويؤتي ثماره برأيك أنا أعتقد أن السعودية بحاجة إلى التعاون المثمر مع الآخرين السعودية لديها الإمكانات ولديها الرؤية الواضحة ولديها الاستراتيجية ولا يمكن أن تنهض لوحدها ولا يمكن يعني الدولة التي تقود تقود لتواجه المنظومة الأخرى ولذلك المملكة العربية السعودية اليوم قدرها هي تقود الوطن العربي فهي أيضا بحاجة إلى أن تصدق النواية مع الآخرين والآخرين يجب أن يتعاونوا مع المملكة العربية السعودية مثل ما السعودية تمد يدها للآخرين يجب أن الآخرين أن يقدروا يعني هذه الوقفة من المملكة العربية السعودية وهذه الرؤية يعني بالمعنى أن العمل العربي المشترك الذي تسعى له المملكة لملمت ما يمكن لملمته من الجسم العربي لينهض بجناحيها الآسيوي والأفريقي هذه الرؤية لدى المملكة العربية السعودية تحتاج إلى جهود مشتركة أيضا ورؤية من الدول الأخرى ونحن نرى هذه الزيارات سوف تؤتي ثمارها بإذن الله طيب دكتور رامي باختصار أيضا يعني حسن النية سواء من جانب المملكة أو من جانب باقي الدول في محيطها العربي هل يكفي لبلورة هذه الاستفادة من نهج السياسة السعودية الحالي الرامي إلى توسيع وتوطيد العلاقات مع الأشقاء أعتقد أخي مفرح بأن هناك رؤية واضحة لدى المملكة عبرت عنها وفي أكثر من مناسبة وهي تحديد الأولويات المملكة كانت واضحة في تحديد الأولويات العنصر الأول والأهم والأبرز في بناء مشروع تنموي على مستوى المنطقة هو الأمن والأمن القومي على وجه التحديد وبالتالي بدأت المملكة على الأقل منذ أربعة عوام على الأقل بإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ولذلك بدأ في اليمن عملية عصفة العزم لمنع أي تغلغل لأطراف معادية وخصوصا إيران عبر ميليشياتها الإرهابية ميليشي الحوثي على وجه التحديد وبالتالي هذا كان في المرتبة الأولى أو الأولوية الأولى إذا شئت وهو الأمن والأمن القومي المتعلق بكافة الدول العربية ثانيا تحديد الأطراف المعادية للعالم العربي والتي تريد الهيمنة على المنطقة العربية سواء إيران أو غيرها من الدول الإقليمية التي ترغب بالهيمنة على المنظومة الأمنية للعالم العربي وبالتالي أيضا ذلك كان واضحا النقطة الثالثة وهي عملية التعاون في محاربة الإرهاب كون الإرهاب يمثل خطرا داهما على معظم الدول العربية وهي مصلحة للعالم العربي برمته لذلك عملت المملكة على جمع الدول العربية والإسلامية في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب وأخيرا المشروع التنموي الذي يشمل كل الدول العربية لأن هناك إمكانيات كامنة والتعاون ما بين الدول العربية سوف يفجر هذه الإمكانيات وسوف ينقل الدول العالم العربي إذا ما صدقت النوايا كما ذكرت وإذا ما تم الاتفاق على استراتيجية موحدة اقتصادية على الأقل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تطور كبير على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التنموي شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي نتابع مشاهدينا في هنا الرياض لكن بعد فصل قليل اليوم الوطني الإماراتي السابع والأربعين عرص في الإمارات واحتفالات في الرياض عزكم عزنا استراتيجية عمل الرياض وأبوظبي والدولتان ضمانة الأمن الخليجي والعربي على شوارع العاصم الرياض تنتصب لوحات تحمل عبارة معا للأبد في إشارة للعلاقة الراسخة التي تجمع المملكة بالإمارات حكومة وشعبا الإمارات التي تحتفل بيومها الوطني السابع والأربعين عرص في الإمارات واحتفالات في الرياض الإمارات التي كانت حتى العام 1971 قرى متناثرة على شواطئ الخليج لكن ومنذ استقلالها هيأ الله لها رجلا قاد مسيرتها ليجعلها خلال أقل من نصف قرن ألموذجا للدولة المزدهرة في كافة المجالات إنه الشيخ زايد رحمه الله حلم صار واقعا عبر عنه الشيخ عبدالله بن زايد المهيان بقوله إن هذا الحلم راود أجداده في وقت كانت الأحلام شحيحة فيه فكيف لرجال يقول من عمق الصحراء وآخرين قضوا حياتهم في البحر يعيشون في زمن انهارت حولهم محاولات الوحدة أن يحلموا بتوحيد إمارات مترامية على شواطئ الخليج لكنها الحقيقة والواقع فالوحدة الإماراتية بين إماراتها بدأت في وقت كانت الفرقة تسود المنطقة حينها واليوم تحتفل الإمارات بنجاحها في بناء الإنسان والمكان وبموقعها الهام على الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا وفي المجالات كافة فما الذي جعل الوحدة الإماراتية أنموذجا قل نظيره في المنطقة إن لم ينعدل سبعة وأربعون عاما تجسيد لقوة الاتحاد وقصة للنجاح ومسيرة طويلة من الإنجازات عنوانها اليوم الوطني للإمارات في الثاني من ديسمبر عام واحد وسبعين وتسعمائة وألف كانت الانطلاقة التاريخية لإقامة دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكل هي والمملكة صمام الأمان ليس لشعبي البلدين فحسب بل ولشعوب المنطقة العربية بأسرها علاقات أزلية قديمة ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا تعززها روابط الدم والإرث ووحدة المصير المشترك أرسد عائمها الآباء المؤسسون واستكمل صرحها الأبناء والأحفاد عبر سلسلة متواصلة من المشاورات والاتصالات والزيارات المتبادلة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين وتتويجا لمرحلة استثنائية من هذه العلاقة النموذجية كانت زيارة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة الإمارات عام 2016 للاحتفال مع أشقائه بيومهم الوطني لتكون زيارة الشقيق والعضيض وفي عهد الملك سلمان والشيخ خليفة تنطلق العلاقات لآفاق أرحب وتنتصر العروبة والاستقلال والحرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتنهار أمامها مخططات شق الصف الخليجي والعربي وتأكيدا على مدى التلاحم ومتنة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين كانت دولة الإمارات المحطة الأولى ونقطة الانطلاق لجولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخارجية الحالية زيارة حملت معها الكثير من مشاعر الود والمحبة والحرص على تنسيق الجهود خدمة للأمتين العربية والإسلامية ولم لا وقد اختلطت دماء السعوديين مع أشقائهم الإماراتيين في خندق واحد نصرة لأشقائهم في اليمن أمام انقلاب حوثي إيراني عبر تحالف دعم الشرعية في اليمن تحالف ترتكز عقدته على الحزم وإعادة الأمل يد تضرب من حديد على أيدي الطامعين والحقدين ويد تخفف من معاناة الملهوفين علاقات تتجاوز مفهوم العلاقات التقليدية بين الدول علاقات لها استراتيجية خاصة استراتيجية العزم والهدف خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشروعات مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين عبر ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري من أجل أن تظل المملكة والإمارات معا وأبدا واحة الرخاء والازدهار وركيزة الأمن والاستطرار في المنطقة لبرنامج هنا الرياض حازم السيد أهلا بكم للنقاش في هذا الملف أرحب من جديد بضيفي هنا في الستوديو رئيس قسم الإعلام بجماعة الملك سعود دكتور علي العنزي ومن دبي الكاتب الصحفي الإماراتي أحمد إبراهيم أهلا بكم لكن أستاذيلكم في أن أرحب أيضا عبر الهاتف من الرياض بسفير دولة الإمارات في المملكة الشيخ شخبوط بن هيان ألن هيان ومعه أبدا أهلا بك يعني تهنين لحكومة وشعب الإمارات بهذا اليوم العيد الإمارات اليوم الوطني ونتمنى إن شاء الله لكم دائما التقدم والإزدهار وكل عام وأنتم وشعب الإمارات بخير وكل عام إن شاء الله نحن وأنتم والقيادة في مملكة عبية السعودية والشعب السعودي الشقيق بألف خير وصحة وعافية نعم هذه المناسبة إذا تسمح لي أود أني أرفع إلى قيادة سورة الإمارات أسماء سهاني وكبلكات في هذا اليوم المفوق وإلى الشعب الإماراتي الشقيق وأيضا إلى الأخوة في مملكة عبية السعودية حيث أن عيدنا من عيدهم وعياد المملكة من عيادة الإمارات وأيضا أود أني أشكر القيادة والمملكة السعودية على حسن ضيافة لنا كإماراتيين في بلدنا السعودية نعم يعني الشيخ عبد الله بن زايد كان له مقال اليوم وقال فيه عاش والدي في زمن مليء بالحروب والقلاقل من الحرب العالمية الأولى والثانية إلى الأزمات الاقتصادية والتحديات الصحية والبيئية التي اشتاحت العالم كان من المفترض أن يفقد رجال ذلك الجيل كل أمل في عيش حياة كريمة نهيك عن بناء وطن مزدهر سؤالي لك يعني كيف نجح الشيخ زايد رحمه الله في بناء هذا الصرح الشامخ الإمارات وتحقيق الرفاه لإنسانه والتطوير والعمران لمكانه الله يرحمه الشيخ زايد كان له بصمات عديد في جميع المواطن الشيخ زايد رحمه كان حكيم الشيخ زايد رحمه كان يؤمن بدولة الإمارات كان يؤمن بوحدة الإمارات وكان يؤمن أيضا بصلابة هذه الدولة وبإيمانه وبرؤيته وحكمته وأيضا رؤية حكام الإمارات استطاع عدوة الإمارات أن تصبح المكانة التي هي فيها اليوم وبهذه المناسبة أيضا كما ذكر سيدي سمشة حبد الله بن زايد أنه ما انتهى عام زايد إلا وجواز الإمارات هو الأول على العالم لكن أضح على ذلك أن جهود المملكة وجهود الإمارات ستجن معا في رؤى وصابقة ومتكاملة لأمن واستقرار المنطقة للرفاهة لشعوبهم للإزدهار وليست قدم إليه فالإمارات ليست تسير لحالها بل نحن نسير بخطأ واثقة مع المملكة العربية السعودية ومن خلال المجلس تنسيق السعودي الإماراتي أثبت ذلك يعني الإمارات ليست لوحدها كما ذكرت وهناك تنسيق بينها وبين المملكة العربية السعودية لكن هناك مشتركات عديدة كانت بين الشيخ زايد رحمه الله والملكة عبد العزيز رحمه الله في إنشاء كل هذه الكيانات الضخمة هناك أيضا مشتركات الآن بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وعلاقة استراتيجية تصل إلى حد التطابق في كثير من الملفات لم نقل جل هذه الملفات ما هو السر في هذه العلاقة المميزة بين المملكة والإمارات برأيك؟ الثقاف حين يكون هناك ثقة بين شعبين أو دولتين أو مقادتين هناك يكون في العديد من النتائج الإيجابية وانعكاسات سريعة وإيجابية أيضا للشعوب نحن نشارك بالدم نحن نشارك بالأمور الاجتماعية نحن نشارك بالسياسة نحن نشارك بالاقتصاد نحن نشارك بالثقافة طول الله الحمد لا يفرق ما شيء مع المقربة السعودية من المتعبين السعودية من رؤيتها تنبني رؤية دولة الإمارات شكرا لك سفير دولة الإمارات في المملكة الشيخ شخبوط من هيان وكل عام خير وحي جميع المدعوين شكرا جزيلا لك وكل عام الإمارات وشعبها وحكومتها بألف خير أتوجه إلى دبي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إبراهيم يعني التهنئة أجديدها لك مرة أخرى بهذا العرس في الإمارات واحتفالاتنا هنا معكم في الرياض لكن هذا الأنموذج الفريد الذي نجح الشيخ زيد رحمه الله في بناء أنموذج الوحدة الإماراتية الذي قل نظيره إن لم ينعدم ما الذي هيئ لقيام هذه الوحدة ما الذي جعلها أنموذجا ناجحا برأيك دائما نأخذ في الاعتبار الحسن النواية تعتبر إرادة من الله أراد الله أن يأتي في المنطقة هي القاحلة بالصحراء تكون هناك مثلا حسن النواية من طرف الملك عبد العزيز وأراد الله أن يفتح له أبار النفط في الإقليم وزايد بن سلطان عندما دخل في المنطقة المنطقة كانت تسمياتها مزعجة يعني السواحل المتصالحة أو المتناحرة بدرجة أنه صعب أنك توحد الصف العربي إلى جوار مهما كانت الفرص والمعايير متاحة جاء زايد بن سلطان وأراد أن يكون بيت موحد إلى جوار الجار الشقيقة أراد الله أن يكون مصيرنا مشترك وكانت مسيرة البدائية التي نحن لمحناها في سن الرشد والوعي هو رحلة الشيخ زايد الله يرحمه إلى جوار ملك فيصل المقاومات الأساسية كانت تدعو نحن لبعضنا بنفس شعار اليوم الذي أعزنا أعزكم أنا أرفض بعض التقييمات التي تأتي وتضع المعايير الاقتصادية هي الأسباب يعني يعطي حجم الصادرات والواردات وحجم التنقل الأموال والأشخاص كحركة سياحية وحتى مجلس التنسيق الأمارات السعودي أخيرا عندما تبلورت بحجم اقتصادي الطرفين يفوق تريليون دولار هذه المعايير وهي حقيقية لكن ليس بالضرورة كل ما هناك صادرات واردات أو طبيعة الحجم التبادل التجاري هي التي تقوّل علاقة وإنما هناك مقومات مشتركة أقليمية جغرافية عقائدية ووطنية بحتة وهذا ما جعل الله دائما الطرفين يسعى إلى لم الشمل العربي وحماية وحدة الصف العربي نحن نرى زايد بن سلطان يوم من الأيام أراد أن يوحد الاتحاد بحجم تساعي أن يكون إمارات سبعة بشمول البحرين وقطر كان هذا حلمه وأيضا الملك سلمان عندما أراد الله أن يتجه إلى جولة الخليجية الأورى كان عنده حلم أن ينقل التعاون الخليجي إلى الاتحاد الخليجي كان يحلم أن ننتقل إلى بيت الخليج الموحد وهذه الأحلام تأتي بحسن النواية كما أسلفت وأعيد على كلامي أنها عطاء من الله وعلى نياتكم ترزقون طيب عطاء من الله دكتور علي العنزي يعني الرجل الآن كان الشيخ زايد رحمه الله والملك عبد العزيز يعني كان في زمن الأحلام فيه نوعا ما لا تتجه إلى ممكن توحيد كل هذه الأراضي ورفاه إنسان يعني كل العوامل التي كانت موجودة ذلك الزمان كلها تعارض ما يسعيني له لكن الآن الإمارات مثلا كيان موحد تجربة اقتصادية وسياسية لافتة ما الذي جعلها الناجحة يعني بهذا المستوى ما الذي ساعد على إنجاحها برأيك أعتقد أن شخصية الرجلين شخصية الشيخ زايد وشخصية الملك عبد العزيز الشخصيتين كارزميتين شخصيات كارزمية ما بدون شك أيضا هناك يمتلكان الشخصيتين الشخصيتين الإثار ونبذ الذات كرسوا أنفسهم لبناء دول والوضوح في الرؤية والأهداف لدى هاتين الشخصيتين الشيخ زايد يعني الملك عبد العزيز طبعا والشيخ زايد يعني التاريخ مهما كتب لا ينصف هذين الرجلين بما بناه من واحدة الملك عبد العزيز بنى أكبر وحدة عربية في التاريخ الحديث والشيخ زايد يعني في وقت كانت الفرقة في الوطن العربي هي الساعدة وعيضا أيام توحيد المملكة عربية السعودية ولكن شخصية الرجلين ووضوح الرؤية والإثار ونبذ الذات الملك عبد العزيز عندما وحد هذه القبائل المتناهرة المتقاتلة وجعل منها دولة تحت راية التوحيد وكان ينظر للأشقاء العرب نظرة إيجابية وكان يدعو الأحرار العرب للقدوم إلى نجد إلى المملكة العربية السعودية وهذه في رسالة الشيخ زايد لم يكتفي في أبو ظبي بل حاول أن يوحد الجميع حتى بما فيها قطر والبحرين وفعلا هو نجح في توحيد السبع إمارات لأنه لم ينظر إلى مصلحة شخصية لم ينظر الرجلين إلى مصلحة شخصية فقط بل نظروا إلى مصلحة عامة وإلى تطور إلى أمة كانوا ينظرون إلى أمة اليوم نحن نفتقد عندما نسترجع التاريخ هؤلاء القادة انموذج للقادة الذين بنوا لنا دول وفي الحقيقة أنا كان أهنأ شعب الإمارات باليوم الوطني السابع والأربعين أهنئهم حكومة وشعبا ودولة وحقيقة الإمارات والعلاقة بينها وبين السعودية بهذا التماهي هي انموذج أيضا للمنظومة العربية والمنظومة الخليجية أنا نتابع في هذا الفاصل نتابع عن توحيد الشيخ زايد رحمه الله لدولة الإمارات هذا الكيان الشامخ ثم نعود لمتابعة النقاش شكرا للمشاهدة 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 موسيقى 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 طيب يعني صاد أحمد عندما يتحدث الدكتور علي العنزي هنا عن النماذج هذه النماذج الخالدة في تاريخنا يعني هو الشخصيات الكارزمية بالتالي ونحن نحتفل مع الإمارات بيومها الوطني ما هو الواجب على الآباء أن يروه لأبنائهم عن النماذج الناجحة في بلادنا عن وحدة المملكة عن وحدة الإمارات كمثال أستاذي كمثال ومن أجمل الأمثلة التي تلقيتها اليوم نحن عرب تقرأ وتكتب ودنيا الثقافة اليوم هي الثقافة الإعلامية التي تعودنا على الواجهات تفاجأت بخبرين لم يسبق لهما مثيل في تاريخ الصحافة الإقليمية أن أقرأ في كلمة موحدة بين رئيسي تحرير جريدتين قيادتين يعني الإمارات الجريدة الرسمية الأولى في الدولة هي الاتحاد وبالمقابل كلمة رئيس تحرير والاتحاد وكلمة رئيس تحرير عكاظ موحد من خلال تهنئة الشعب الإمارات على هذا المستوى وإنفراد جريد ترياض بإصدار عدد خاص للعيد الوطني هذين المثالين من أجمل ما أهديهما لأطفالي أن ينتبهوا إلى هذا التوحد والنسيج والسنخية الموحدة إماراتا وسعودية شعبا وقيادة وعواطفا ومشاعرا وكل ما في دوء آخرنا من مشاعر موحدة للطرفين شكرا لك الكاتب الصحفي الإماراتي أحمد إبراهيم من دبي وأشكر ضيفي هنا في الستوديو رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود دكتور علي العنزي معا للأبد نقولها من هنا الرياض إلى الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا وكل عام وأنتم ونحن على درب الرفاه والخير بإذن الله كمان اشتركوا في القناة